أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا ينصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروا لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرتهم واجنوا كريم إنا نحن نخي الموتى نكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت للرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لمرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معا إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه درجعون أأتخذ من دونه آلهة من يرذن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما خفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من مجود من السماء وما كنا موثلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حشرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم آلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأبواد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم ظلمون والشمس تجرير مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس يمدغي لها وتدرك القمر لليل ثابق النهار وكل في فلد يسمحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلد المشفون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أمطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توسيطا ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تؤلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز ليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو بي وعن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضجل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتبلمنا أيديهم وتشهد أغذلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لهم صنا على أعينهم فاستبعوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وإحق القول على الجافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من مدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محررون فلا يحذن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم شكرا لكم